الأول كده عايزين نعرف ليه اسمه كده يخوف إيه القتل الصامت ده عشان الأعراض الأعراض أوليلة جدا يعني ضغط الدم من الحاجات اللي ملهاش أعراض أو بمعنى صح الأعراض أوليلة ولا تظهر على المريض مش صداع يعني زي ما الناس بتقول ممكن صداع ممكن نهجان ممكن ضربات قلب سريعة دي بعض الأعراض بتاع ضغط الدم بس هي بس في عشرة في المائة من المرضى عشرة في المائة فقط فقط لغير تسعين في المائة ما عندهمش مشكلة ما عندهمش عرض ما عندهمش عرض ينهار عشان كده هو بيفضل يعلى والمريض مش حاسس يعلى يبتدي يأثر على عرض الجسم المختلف طيب فكرة بقى ضغط الدم معنى إيه؟ يعني اشرحونا بطريقة مبسطة كده بحيث أبسط 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 حد شايفنا درايسي يستوعب الفكرة هو حاجة بسيطة قوي القلب دم أضخها وتضخ الدم بسرعة صح؟ صح؟ السرعة دي هيبقى لها ضغط داخل الشرياء شرايين الجسم هو ده ضغط الدم يعني هو ضغط الدم جوة الشرايين جوة الشرايين اللي بيدخها القلب هل القلب بيدخها بدرجة طبيعية إن هي ما تأثرش على قضاء الجسم المختلفة؟ ولا القلب بيدخها بدرجة أوفر أو عالية جدا لدرجة إن هي تأثر على قضاء الجسم تبتدي تبتدي المشاكل بتاعت الضغط اللي هنشرحها معها بلدك إن شاء نعم أو بيدخها طريقة قليلة اللي هو الضغط الواطن هو ده حاجة بسيطة حاجة بسيطة لضغط الواطن